الآن نذهب معكم لمتابعة هذه الجولة وأبرز ما تناوله الإعلام الإسرائيلي مع وائل عواد الكاتب والباحث الشؤون الإسرائيلية وائل مسائل خير إذن مجزرة الطحين الصفقة وعملية عيلي اليوم ما الذي رصدته لنا في هذه الملفات وكيف تناول الإعلام الإسرائيلي هذه المسائل أهلا بك العزيز حازم المشاهدين بالنسبة لصفقة الطحين إسرائيل تقول لسنا نحن ونشوف كيف تقول أنه ليست هي المسؤولة وكيف تبرر ذلك قبل ذلك فيه خطاب لنيتنياهو بحاجة ربما إلى مقدمة قصيرة كي نفهم مبنى الخطاب اليوم قلنا أمس بأنه جلنت وزير الأمن الإسرائيلي قال بأنه لن يسمح بتقديم قانون إلزام الحردي من المدينين اليهود على الخدمة العسكرية والمحكمة قرأت لين معكو شهر أو بتعفوهم أو بتلزموهم ما بنفع الموضوع يظلوا معلق وأعطى جانس جلنت أعطى جانس حق الفيتو أنه بنفع يرفض وبنفع يوخذ القرار وهو بقول بأنه أي إجماع داخل الحكومة جلنت ما حسبه المشكلة وين بقول بأنه أحزاب الحردي من المدينين إذا لم يسن القانون اللي بيع فيهن قد يذهبون إلى انتخابات مبكرة ويبدو بأنه تصرف جانس وتصريحات جلنت فيها تلميح بأنه الموافقين عن تخابات مبكرة بس بتحميل المسؤولية للحرديم يعني الإطاحة بنيتانياهو عشان هيك في محلين بقولوا اليوم في إسرائيل بأنه هذا أكبر تحدي أمام الاقتلاف الحالي اللي بواجهوا نتانياهو موضوع الحرديم وتجنيدهم معين بس شهر وبفكروا بأنه جلنت لربما فعلا بدأ بطبخ انتخابات مبكرة في ظل الظروف الحالية وذلك بهدف الإطاحة بنيتانياهو الاثنين الماضي قدم الوزيرين من معسكر الواطنة دولا اللي عندن إثار إثار عندن شعبية أكثر من نتانياهو بينيغانس وآيزينكوت خطة لتجنيد الحرديم بالجيش وقالوا لن نكمل دعم الحكومة إلا إذا تبنت هذه الخطة طبعا الحرديم كلنا بدهنش والموضوع يتفاكم أكثر وأكثر بس معلومة يمكن أكثر شيء أكبر جبها تضغط نتانياهو الآن بشكل فعلي هو موضوع تجنيد الحرديم أما شيء مسؤول بقول بأنه أممي يشعر بالقلق أو آخر بقول أحذر من كذا وكذا ومجاعة يمكن هاي الأمور بتقول لك أكل نتانياهو من إن الحرديم بقوله يمكن الروح انتخابات إذا أجبرتنا على تجنيد أولادنا حول موضوع الحرديم وتعقيداته ومشكل المواقف على فكرة في إسرائيل واضحة بعد مثلا جانس بعض مش موضح موقفه الرسمي في هذا الموضوع نتانياهو اليوم طلع وحكى وعشان تشوف شو حكى أذهب للفيديو الأول بناء على مقال جانس أمس نتانياهو اليوم عقد المؤتمر الصحف التالي على الشاشة ما ساء قبل شوي طبعا بعد ما أعطى تعزيل القتلى وخصوصا لليوم كانوا في العملية قرب القدس بلش يحكي عن بطولات بقول بأنه خلال العشر أيام الأخيرة تم قتل حسب وصفه 450 بصف مخرب من حركة عفوا بالضفة الغربية وبقول المسيرة مستمر وفخور بقول ولا في حكومة قبلة ولا مرة صار بأنه تم قتل كل هذا العدد من الناس في الضفة الغربية هاي اللي بفكر أنه بس الحرب كان في الحرب بس مفتوحة في غزة الجباب في الضفة الغربية أيضا بأعلى مستوياتها بتقديم الشهداء وقال بما يبدو وكأنه حتلنا للجمهور ولكنه برأيي في حقيقة الأمر ربط الأمور بطريقة يحرج فيها جلنت بمقاله أمس ويحاول أن يرمي عليه المشاكل السياسية يقول منذ السابع من أكتوبر نحن نعمل بمساقين الأول عسكري والثاني سياسي العسكري الهجوم على غزة وقتل وإبادة وهكذا وهي صفقة المخربين وحماس السياسي حسب قوله هدفها طاعة شرعية للعمل العسكري داخل غزة حتى ما يسميه هو دائما النصر التام وكما اليوم قال عنه النصر التام نتنياو بحب يربط حاله دائما مع قيادات إسرائيلية تاريخية بقول بن جوريون اللي أسس إسرائيل رغم الضغط العالمي حينها أعلن عن استقرال إسرائيل وبيجن قصف المفاعل النووي في العراق رغم الضغط العالمي ولا بيشكل بدأ بحرب الأيام الستة رغم الضغط العالمي وبقول الضغوط العالمية الآن أيضا ترتفع وتزداد ومن الآن بقول لن أنصاع للضغط العالمي ويربط نفسه مع قيادات كبيرة يربط حتى عدم انصياعه مع الضغط العالمي الآن يقارنه يوازين بالضغط بن جوريون حينها عندما أعلن عن إقامة دولة إسرائيل بحاول يعطي الآن موازاة ما يكون فيه الآن موازاة مع إقامة إسرائيل وكال بأنه هناك ضغوطات كبيرة من أمريكا على الرغم من حسب رأيه أنه أربعة من كل خمسة في أمريكا في استطلاع تحدث عنه كمان أمس وكمان اليوم بأيده إسرائيل وبقول بأنه هذا بعطيه القوة عشان يضرب حماس أكتر استطلاع في أمريكا مع أنه في كثير استطلاعات بتقول الشهاب في أمريكا يفكرون أمرا آخر بس هو استحلى هذا الاستطلاع بن عليه عن الشمال يقول بأنه يقاتلون في حزب الله في الشمال أيضا في شمال عن شمال يعني البلاد وعن شمال غزة يقول بأنه ما زالوا يقاتلون فيالك حماس ويقاتلون أيضا فيالك فيخان يونس ويهدد بدخول رفح فعلا ويذكر بأنه يعملون ضمن القانون الدولي مصر بأنه كل ما نرى ضمن القانون الدولي ولا يعير اهتمام لكل تصريحات المحاكم والمحكمة الدولية عرأيه نحن هنا نكون بجهد كبير نذكر بالآخر لكي نضغط على حمام لإتمام الصفقة ولكننا إذا رضخنا لحماس ببساطة لن نكون يعني يربط أيضا هنا في موضوع الأول الضغط الدولي بربط بين تأسيس إسرائيل وبين الضغط الدولي الحالي وفي موضوع حماس بربط بين الانصياع لطلبات حماس اللي أهالي الأسرة بكلوا له وافق عليها وبين قيام دول أو بقاء دولة إسرائيل هيك بحاول يضغط كمان على أهالي الأسرة بده يمتص طبعا غضب الشارع بقول أنه بقدم قانون ملفت بيوت وأراضي تقريبا مجانية بخصم تقريبا تسعين بالمئة للجنود الذين خدموا في غزة لمين الأراضي بديوزعهم عن المتدينين اليهود بقول أنه يؤمن بحقهم بالصلاة وكل تعليم التوراة ولكنه مع أن يدفع بطريقة ما نحو أن يوافقوا على الخدمة في الجيش وأخيرا يقول عن الانتخابات وهون مهم التركيز كيف بده يضغط المدينين اليهود بعدما مدحني شوي ويضغط جلانت بقول انتخابات يعني شل العمل في الدولة بين خمسة إلى ثمان أشهر وهذا معناه أننا خسرنا الحرب وبقول أكثر حدا بده انتخاباتي الآن إن السنوار ونصر الله يعني بده يقول لجلانت وللمدينين اليهود إذا بدكوا انتخابات معناته أنت ضد الوحدة ورأيكو زي رأي السنوار ونصر الله ألد أعدائنا يعني نتنياهو بالنسبة له شو يعني وحدي وشو يعني انتصار بالحرب أن يبقى هو في سدة الحكم وأي حدا بكل كلا يجب أن نفاوض وانتخابات والناس بطلوا بدهني إياك وبما أنه بيهتم هالكد باستطلاعات الرأي الأمريكي فجأة ببطل يهتم باستطلاعات الرأي الإسرائيلية اللي بتقول كمان أربع من كل خمس بدهني شيئا رئيس الحكومي بس بقول له هاي مس بالوحدة وإذا لن أبقى في سدة الحكم معناته أنتم تحققون ألام السنوار ونتنياهو أمالهم يلعب بعواطف شعبه ويستغل كل الأدوات وكل شيء لكي يصل إلى ما يريد بعد أن وقفنا طويلا شيئا شيئا مع الفيديو الأول أنتكلي الفيديو الثاني كل العالم كل العالم يقول بأنه إسرائيل قصفت في شمال قطاع غزة مواطنين أتوا للحصول على الطعام ما في عدد واضح لعدد القتلى ولكن الحديث أكيد عن أكثر من مئة شهيد اعتراف إسرائيلي بأنه منذ بداية الشهر شباط دخل فقط 70 شاحنة إلى شمال القطاع والآن دخلت 30 شاحنة الحجة الإسرائيلية ليش ماتوا الناس عراهي مش إحنا قتلناهم هاي صار عندهم فوضى الفلسطينيين وعراهي هنم متفاجئين ليه صار هيك جوعوهم كل هاي الفترة لما راحوا يأخذوا الطعام اتفاجئوا وعراهي هنم متفاجئين بأنه حتى الأنروة ولا أي جهة أخرى كمان غير الأنروة ليه بدهاش تسلم الطعام ليه بدهاش يتوزع حردوا على الأنروة على مدار شهر ونص شهرين وقالوا لهن زيكوا زي حماس بما معناه فنقصوفكم إذا رأيناكم في مكان ما ومتفاجئين ليش الأنروة مش جاي توزع وبقولوا مش إحنا ما نقصف وإنه المشكلة ليست إسرائيل بما تفعله إنما لأنه إسرائيل ليس لديها عفواً الغزيين فيش عندهم جهاز ينظم الموضوع طب مين اللي بخلي فيش عندهم جهاز ينظم الموضوع حسب الكنوات هني هنيك لحالهم إسرائيل ليس لها شبك ولا عبك في الموضوع بالنسبة للدبابة التي أطلقت النار على مواطنين الغزيين اليوم حسب الإدعاء الإسرائيلي في الإعلام بأنها رأت أشخاص غزيين يركضون إليها فقلق الجنود فأطلقوا الرصاص على جزء السفلي من الأقدام فقط ولم يقتلوا أحداً مع أنه كمان عندهم إدعاء على حماس ليش بتقول إنه قتلناهم بالضبط هيك الرواية الإسرائيلية عشان نكمل الرواية الإسرائيلية ننقلها الفيديو الثالث بالفيديو الثالث من نشوف نفس الحجاج نفس الادعاءات في قناة 14 وكمان بعيدها في قناة 12 رئيس مخابرات الجيش السابق رئيس مخابرات الجيش السابق بقول بأنه الفلسطيني ضخوا بعض الفلسطيني دهسوا بعض الفلسطيني قتلوا بعض في غزة وهيك معتوا اليوم فجأة هاي الحادثة بالذات اليوم بتلاقي فيه اهتمام كبير يقولوا مش احنا كل يوم هناك مئات الشهداء ما بلتفتوش لالهم اليوم بيشدوا بان يقولوا لسنا نحن بقولوا في حالة في غزة تشبه الصومال من فوضى وكانا 14 بتقول محلل وهم كالشركة حازم عراقي حازم غاضب بقول الحق على حماس 100% احنا ما عملناش ولا اشي جوعوهن وكل ما حدث وعراقي الحق حماس 100% حسب رايهم ورجع يقترح المحل في قناة 14 منطقة ساحتين عراقي وساحتين كبار مع اسوار وحدة في الشمال وحدة في الجنوب تدخل اليها المساعدات وفقط من يأذنون له بالدخول بدون سلاح يعطوه الطعام وفقط بهذه الطريقة توزع يعني بحاول يقترحوا طرق لاهانة الناس وللفلسفة على العالم كيف يجوعوهم ويؤلموهم الفيديو الرابع منذ مدة منذ مدة لم يطل لم ينور الشاشة الناطق باسم الجيش الاسرائيلي قال قوات الجيشنا تضرب في كل مكان وخلال عشر ايام عرايه قتلنا 450 مخرب حسب باصفه في غزة و13 الف من اول الحرب يعني عملية فيه من اول الحرب حوالي 30 الف شهيد بيعترفت 18 الف على الاقل مدنيين عمليا وبقول منذ بداية الحرب دمروا حوالي الف قاعدة او قاذف للصواريخ الان نعود الى المنطق طبعه ماذا يفعلون الان في الشمال يقول عدنا الى حيي الشاطئ والزيتون حسب معلومات استخباراتية عن الثلاثين شاحنة روايته هيك بقول دخل اتت من رفح دخلوا كرم ابو سالم الشاحنات تم تفتيشها هناك بعد 400 متر من دخول الحدود تم ايقاف الشاحنات من قبل مئات الفلسطينيين وعرايه للأسف الشديد للأسف الشديد وهو يعني مستهى من الموضوع بانه الناس هجمت ودهست وكانت على بعضها لكي تأخذ الطعام وبتأسف على الموضوع بتحس اللي بيحكي مش الناطق اسم الجيش بتحس مدير الانروا او شي مؤسسة انسانية يتأسف على من كتل بعدين بقول الجيش البريء ابتعد وفقط اطلق النار على الذين شكلوا عليه خطر وبقول لم نقتل لم نطلق الرصاص على احد لا من الجو ولا من اليابسة وعرايه نحن ندخل مساعدات انسانية لكي نساعد وبانه هاي رابع مرة خلال هذا الشهر بتدخل مساعدات انسانية وهو متفاجئ اول مرة بيصير كلام منها او بيصير هيك بيصير هيك واقع فيه بالموضوع صخري فيه بالموضوع يعني تناقض في الروايات غباء او شيء غريب في المنطق ولكن يعاد في الاستوديوهات يعاد من المنطق رسم المجتمع الجيش وبالتالي تصبح هذه هي الرواية المركزية الفيديو الخامس والاخير سريعا عن الواقع التي كانت اليوم العملية فيه تحليلين التحليل الاول بقول بانه العمليات تزداد لانه فيه احباط للناس والفلسطينية ما فيه شغل وما فيه اقتصاد وكل الضغط عليهم بيؤدي الى وجود عمليات فردية الرأي التاني الاكثر عنصرية بقول هاي لانه بعدنا مش فيتين نقض عليهم في رفح شو علاقة رفح بعملية في القدس بعرفش ولكن هذا هو التحليل ومرة اخرى بعيد هذا التحليل وان كان ما فيه ولا اي منطق ولكن يرى من يقبل ومن يوافق عليه في المجتمع الاسرائيلي اخيرا باختصار بالنسبة لللي صار اليوم حضرت لكم اليوم كل القنوات الاسرائيلية وتبعت على تقريبا كل مواقع الانترنت بقولوا لكم اللي صار اليوم في شمال القطاع هاي مش اسرائيل هن الغزاوية مش النظمين وقتلوا بعض وهاي الرواية الرسمية كمان كمان اراكم على خير غدا باخبار افضل باذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة